مرحبا بجميع متتبعين الأعزاء على قناة تعلم الهولندية ببساطة في هذا الفيديو سوف نتعرف على مادة الأونا بعد العديد من الرسائل التي تريدني حول الأونا ما هي الأونا؟ كيف نجتاز اختبار الأونا؟ كيف تكون مقابلة؟ أين نحصل على البطاقات؟ في هذا الفيديو سأحاول أن أفسر جميع أو أوضح جميع هذه الأسئلة وأعطي إجابات مقنعة عنها فلنبدأ إذن ما هي مادة الأونا؟ مادة الأونا هي إحدى مواد اختبار الإمبرغرين والتي تدور حول العمل أو سوق الشغل في هولندا يعني كونك مهاجر أو لاجئ في هولندا فأنت ملزم باجتياز اختبارات الاندماج ومن ضمنها هذه المادة والتي يعني تشجعك أو بالأحرى تحفزك على الاشتغال والاندماج في سوق الشغل كما أنك كطالب تدرس المادة فستتعلم كذلك كتابة سيرة ذاتية أو سيفي والتي تتحدث من خلالها عن خبراتك اهتماماتك وتحصيلك العلمي ففي مادة الأونا ستتحدث عن مهنة تريدها أو تختارها طبعا هنا دائما أنصح الطلبة فإذا كنت تشتغل في السابق قبل قدومك إلى هولندا فمن الأفضل أن تستخدم مهنتك في هذا الاختبار بحيث ستكون لديك عليها معلومات كثيرة تكون أكثر تطلعا حتى أثناء استجوابك يعني أثناء المقابلة ستعرف أو تعطي أجوبة مقنعة وصحيحة أما إذا كنت ستختار مهنة معا فيستحسن أن تختار مهنة سهلة فماذا يعني بمهنة سهلة؟ أي مهنة يسهل عليك أن تعبر عليها يعني تستطيع أن تقول ماذا تفعل في هذه المهنة بلغة بسيطة وسهلة إذن بعد هذا كله سوف تمر إلى مرحلة التطبيق أو مرحلة العملي في مرحلة التطبيق يتوجب عليك ملء بطاقات تماني بطاقات إذن هذه البطاقات يمكنك أن تستخرجها من موقع الديو وتقوم بطبعها وترسلها عبر البريد أو يمكنك أن تقوم بملئها أونلاين عبر الديخي دي الخاص بك وطبعا فملئها أونلاين عبر الديخي دي الخاص بك دائما هي أفضل طريقة وأسهل طريقة للحصول على نتائج أسرع إذن نحن نعرف أنه لدينا مدة صلاحية لإنهاء اختبار أتفاي والحصول على الديبلوم مدة صلاحية هي ثلاث سنوات في أغلبية الطلبة يتركون مادة الأونلا هي الأخيرة يعني حتى تبقى لهم شهر أو شهرين من انتهاء مدة الصلاحية والبطاقات إذا قمنا بملئها وإرسالها إلى الديو لن يأتينا الرد أو الجواب إلا بعد مرور أربعة أسابيع أو ست أسابيع والرد يمكن أن يكون بالإيجاب أو الرفض إذا تم الرد بالإيجاب يعني جيد سوف بعد ثلاثة أو أربعة أيام سيعطونك موعد لكي تقوم بالمقابلة أو يسمى بخسبريك أما إذا كان لديك خطأ ما في البطاقات ويجب عليك تصحيح سؤال ما أو فقرة ما وهم يحددون لك أين يقع الخطأ بحيث يسهل عليك تصحيحه هنا ستذهب مباشرة إلى الفقرة أو البطاقة التي فيها خلل وتحاول تصحيحه من جديد ثم تقوم تسليم أو إرسال بطاقات من جديد مما يتوجب عليك الانتظار أربعة أسابيع أخرى إذن فمؤسسة ديو ستقوم بالتحقق من جميع البطاقات فإذا كانت سليمة ستخبرك بذلك أما إذا كان هناك خطأ ما أو لم تصحيح خطأك السابق جيدا سوف يتوجب عليك تصحيحه مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تكون جميع البطاقات سليمة إذن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الوقت أو مدة الصراحية التي لديك في اختبار الآتفاي بالنسبة لسعر مادة الأونا هو أربعون يورو تدفعه في المرة الأولى حتى وإن رصبت مرة ثانية وثالثة ورابعة فلا يتوجب عليك أن تعيد دفع هذا التمن يعني مرة واحدة وتتبع الخطوات إذا كان لديك خطأ ما تصححه وتقوم بإرسال الملف مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى أن يتم الرد بالإيجاب والقبول يوم المقابلة ستجتمع بشخص على طاولة يعني هذا الشخص طبعا من موظفي الديو سيجلس أمامك أو مقابلا لك على طاولة وهو الذي سيقوم بطرح مجموعة من الأسئلة عن المهنة التي اخترتها أو حول كل ما كتبته أو ما ملأت به البطاقات بالنسبة للبطاقات التي قمت بملئها ففور دخولك للقاعة أو على الطاولة التي سوف تجلس فيها ستجد أن هذا الموظف قام بطبعها ووضعها على طاولتك إذن فعندما يطرح سؤالا ما نسيت جوابه أو لم تفهمه فيتوجب عليك أن تبحث على الجواب بين الأوراق يعني شيء عادي ولن ينقص منك شيئا يعني غالبا ما يكون شخصين في القاعة شخص مقابل لك يسألك وشخص آخر في الجهة الأخرى يعني يكتب على حاسوبه أول شيء يقوله لك الممتح عند دخولك للقاعة هو أنه لن يختبر لغتك يعني هل سليمة أم لا هل عندك أخطاء لغوية أم لا ذلك كله مسموح لكن يجب عليك فقط أن تحاول وتقوم بمجهود للرد على الأسئلة يعني وكونك قد قمت بملء البطاقات فطبعا ستعرف كيف ترد عليها فلازلت أتذكر عندما اجتزت اختبار الأونا كنت أنا ذاك يعني أتكلم جملة بسيطة أو جملة قصيرة بالهولندي وكلمة بالإنجليزي ولحسن الحظ فكان الممتحن يعني أنا ذاك لطيفا وكان يفهم كل ما أقوله ولم يمنعني من التحدث أو من إدخال هذه الكلمات بالإنجليزية فطبعا أنا لا أنصح بذلك لكن حاولوا وقوموا بمجهود في المسألة جدا بسيطة قبل أن أنهي الفيديو أريد فقط أن أضيف شيئا أنه أحيانا ما يخرج الحوار في المقابلة عن نطاق ما هو في البطاقات إلى ما هو شخصي حول مستقبلك مثلا إلى غير ذلك يعني هذا أيضا يضيف لمسة يعني نوع من المرح أو التسلية بحيث تحس أنك يعني استرجعت أنفاسك ولم تعد تحس بالضغط والتوتر فكذلك أنت يمكنك أن تسير المقابلة كما تريد ترجمة نانسي قنقر